يهلا ومرحبا وحياكم الله في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تجميعات اليوم إن شاء الله راح نسوي تجميعة بطلة فخلوكم معنا بكل تأكيد إن سلسلة تجميعات هي سلسلة تعليمية بالمقام الأول ثم سلسلة نستعرض فيها تجميعات مختلفة نسويها هنا على القناة واليوم برعاية إيسوس راح نقدم تجميعة بثيم غاندام واحدة من الثيمات اللي اشتهرت فيها إيسوس خلال هذه السنة واخترنا لهذه التجميعة أنه نستخدم معالج الجيل الحادي عشر لعدة أسباب لعل يكون أبسطها هو توافر القطع زي مثلا المذربوردات وأيضا المعالجات وأيضا الرمات بأسعار لا تزال جدا معقولة وخلونا مع بعض نشوف مكونات تجميعات غاندام وزيما أنتم شايفين مع بعض هذه كامل المكونات التي سنستخدمها في التجميع نبدأها أول شيء بالكيس هذا الكيس هو الارو جي ستريكس هيليس كيس جدا جميل ورائق وباللون الأبيض عشان يناسب تجميعات أو ثيم الغاندام بالنسبة للوحة اخترنا هنا لوحة الزي 590 واي فاي غاندام ايديشن لوحة جدا جميلة وأيضا نفس الثيم الموجه للغاندام والعل أبرز ميزة في هذه اللوحة هي مستوى كسر السرعة وثباته فيها بالنسبة للمعالج راح نختار معالج الانتل الـ i9 11900K وبالنسبة للرام اللي راح نستخدمه راح يكون مقدم من كورسير باللون الأبيض وهو الكورسير دامونيتر بلاتينم RGB DDR4 بحجم 32 جيجا بايت وتردد 3600 ميجا ايرتز وبالنسبة للظام التبريد فهذا هو موجود عندنا في الأسفل راح يكون الـ LC360 RGB غاندام نسخة مخصصة باللون الأبيض وتحمل ثيمة الغاندام أيضا عبارة عن مبرد الكل في واحد بحجم 360 ميلي متر بالتعاون مع ناكتوا واسوس ونجي هنا للمكون الأبرز في هذه التجميعة راح يكون كرت شاشة 3090 من اسوس وهو نسخة ستريكس نسخة مخصصة باللون الأبيض راح تمشي معنا فمعناته قوة الأداة في هذه التجميعة راح تكون خرافية بالنسبة للباور راح نكتفي بباور بقدرة 860 واط طبعا بثيم الغاندام وبالأساس هو من سلسلة مزودات طاقة ثور وبالنسبة لخيار التخزين فرح يكون عبارة عن قرص M.2 بسعة 2 تيرابايت طبعا يدعم PCI Express 4.0 وعشان تكمل التجميعة لابد أن يكون عندنا أكسسوارات أيضا تمشي معها فعندنا هنا سماعة الـ R.O.G. Delta طبعا هذه نسخة القاندام ميديشن سماعة غنية نتالف جربناها وعجبتناها جدا بالنسبة للأكسسوار الثاني هي قاعدة لها السماعة وهي الـ R.O.G. Throne QI نسخة القاندام وآخر وليس آخيرا عندنا الـ R.O.G. Strix Impact ماوس جدا رائقة وجميلة للاستخدام كماوس رئيسية للـ Gaming وبعد ما شفنا كافة مكوناتها التجميع خلونا نبدأ بعملية البناء الخطوة الأولى اللي يبدأها قبل عملية التجميع هي تجهيز المكان اللي راح نبني عليه أو نجمع فيه القطاع أهم شيء أنه يكون سطح مستوي وأيضا سطح خالي من الكهرباء الساكنة وراح أتكلم معاكم عن الكهرباء الساكنة فهنا عندي مات خاصة من GamerNexus طبعا هذه مانعة للكهرباء الساكنة وتفرغ أي شحنة استاتيكية موجودة فإذا ما كانت موجودة عندك هذه تقدر أنت فقط أنك تتبع الخطوات التالية في مجموعة من الأشياء اللي تقدر تسويها عشان تتجنب الكهرباء الساكنة لعل أول شيء حاول أنك أنت تشتغل على سطح ما فيه كهرباء ساكنة زي مثلا ما تكون موقف على موكيت أو تكون لابس مثلا صوف أو حط البرادر بورد أو الجهاز على سطح فيه كهرباء ساكنة الخطوة الثانية ممكن تكون زي ما شفنا أنك تحط فرشة خاصة للكهرباء الساكنة أو تقدر أنك تجيب اسوارة خاصة لتفريغ الكهرباء الساكنة أو أبسط شيء حط الكيس جنبك ولمس الكيس قبل ما تبدأ تشتغل وفيه خطوة إضافية ممكن أنك أنت تلبس غلافز أو قفازات تكون عازلة للكهرباء الساكنة ولكن ممكن أنك تكتفي كل هذه فقط بمجرد تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة بلمس كيس أو لمس سطح معدني بجانب التجميع بالنسبة لي الطريقة التي أتبعها في عمليات التجميعات أو البناء أني أبدأ بتركيب كافة المكونات خارج الكيس على شأن لو كانت فيه مشكلة نقدر نحلها من البداية فطبعاً راح أبدأ بالماذربورد أطلعها حطها فوق الكرتون أو على سطح مستوي مهم أنك تتجنب الكهرباء الساكنة بعدين نبدأ بعملية تركيب المعالج ثم نظام التبريد بعدين نركب الرامات ومن هناك نركب الهاردسك ونثبت النظام فنبدأ أول شيء بتركيب المعالج ونظام التبريد والرامات على الماذربورد هذه ونبدأ أول شيء باستخراج الماذربورد طيب نبدأ الآن بالخطوة الأولى أنه نركب المعالج زي ما تم شايفين في عندنا هنا علامة راح تكون متوافقة مع العلامة اللي موجودة بالمعالج هنا كنا تكون واضحة راح تكون في عندك هنا علامة زي حين اللي هو السهم راح تكون متوافقة مع العلامة اللي موجودة هنا فأول شيء نسحب القفل اللي موجود هنا ونرفعه بالكامل نحرص أنه ما نلمس أي بن من البنات هذه ولاحظ أنه في عندنا هنا هنا فيه زي السنة وفيه هنا زي السنة راح تكون متوافقة مع السنة اللي موجودة هنا والسنة اللي موجودة هنا فننزل المعالج على طول بالشكل هذا والشي الجميل أنه لاحظ أنه حتى لو ما كنت شايف السهم اللي موجود هنا المعالج ما يركب أو ما يطبق داخل السوكت إلا بالشكل هذا لما يكون النتوء هذا والنتوء هذا متوافقات بعدين نسكر بالشكل هذا ونحرص أن السنة هذه تدخل أسفل المسمار ونضغط ونثبته بالشكل هذا وتلقائي راح يطلع الغطة وكذا نكون ركبنا المعالج بالشكل الصحيح وهذا الرمتة لنبعد ما طلعنا الشكل لها جميل جدا وماشي مع التجميع ننتبه لي شي هنا مهم اسمه السن فزي ما حنا شايفين هنا لازم أنه السنة هذه أو الفتحة هذه تكون متوافقة مع الموتربورد أو مع الشقة اللي موجود زي ما راح نشوف أغرب لوحات الانتل والأيم دي اللي تكون موجهة للجيمرز راح يكون غالبا فيها أربعة شقوق وهنا ملاحظين أنه الشقوق هذه أو فتحات الرام معمولة هنا بلونين فإذا كان عندنا قطعتين رام راح نركبها بالقطعة أو الفتحة الثانية والرابعة عشان يشطب شي عندنا اسمه دول شانل وتقدر تستفيد أقصى استفادة من الذاكرة وإذا كان عندك مثلا قطعة واحدة تقدر أنت تركبها في الشق الثاني فدائما ارجع لي الدليل التشغيل وراح تحصل وشارح لك وش الشقة المناسب إذا كان عندك فتحة واحدة وغالبا راح يكون في فتحة رقم اثنين هنا طبعا من تعد من المعالج فتحة رقم واحد بعيدا اثنين إذا كان عندك حبتين تعد الثاني والرابع وإذا كان في حالتنا هنا راح نركب الأربعة بشكل كامل فبسم الله خلنا نركبها نفتح أول شي الجهة هذه بالشكل هذا طبعا بعض اللوحات يجي فيها أيضا إمكاني أنك تفتح بالمكان هذا ولكن اللوحات أيسوس غالبا ما تجي أنك تفتحها في جهة واحدة فإذا ما قلت تشوف هنا الشقة اللي موجود هنا توافقوا مع الشقة اللي موجود هنا بالشكل هذا وتضغط على الجانب الأيمن والجانب الأيسر إلى ما تسمع الكلك عشان تتأكد تشوف هنا أنه ارتفع النوتش وأيضا تخل الراب مرة ثانية خلونا نسوي بقية الذواكر فانتهينا من تركيب الذواكر الآن ننتقل للخطوة اللي بعد وتعتبر تقريبا الخطوة ما قبل الأخيرة وهي تركيب المبرد طريقة تركيب المبرد تختلف من مبرد إلى آخر ولكن أغلب مبردات الكل في واحد طريقة تركيبها متشابهة فزي ما قلنا مبردنا هنا هو الارو جي ستريكس ال سي 360RGB غاندام ايديشن مبرد الكل في واحد مدعوم بالأورا سينك وفي مراوح RGB طبعا زي ما قلت من شركة ازتك معناته أنه زي ما قلت أغلب المبردات من هذا النوع راح تكون متشابهة ما شاء الله التغريف جدا جميل وهذه مكونات المبرد راح نشيل المبرد نفسه والمراوح ونركبها وناخذ المعدات اللي احنا محتاجينها من المكان هذا فراح نركبها بشكل سريع وإذا كنتوا حابين أنه نعمل فيديو خاص لطريقة تركيب مبرد الكل في واحد سواء كان من كورسير أو من اسوس أو من أي شركة ثانية اكتبوا لنا في الديسكريبشن الخطوة اللي بعدها راح نركب نظام التبريد فأول شيء نستخرج البراكت أو المثبت الخاص بالإنتل طبعا في حالتنا هنا عشان عندنا معالج الإنتل ورح تختلف معك إذا كان عندك معالج AMD وإن شاء الله في حلقة ثانية راح نركب معالج AMD ورح أورديكم الطريقة عموما لازم أنه تكون المسامير اللي موجودة هنا موازية لنفس المسامير اللي موجودة هنا وهنا بالشكل هذا نسحبها للأسفل طلعت قواعد المسامير هنا وعشان عندنا سطح مفتوح صار من السهل أنه نشتغل الآن فنجي للخطوة اللي بعدها نركب مسامير التثبيت الخاصة بقاعدة المبرد نفسه أو البمب بعدها ننتقل لليه الخطوة التالية واحدة من النقاط اللي يكون فيها شوية سوء فهم أنه أي نوع من النوع المسامير راح نستخدمه لربط البمب على المذربود طبعا المسامير هنا والخاصة بانتل نوعين نوع يكون مخصص للمعالجات اللي تعمل المقبس الـ LGA 1200 يكون هنا الراس بالشكل هذا طويل وأيضا الراس الثاني راح يكون اللي هو طويل أما بالنسبة للنوع الثاني فما راح يركب معنا لأنه راح يكون راس سميك وهذا يركب مباشرة على المذربود بدون ما نركب براكت ولكن في المعالجة اللي موجودة عندنا واللوحة الزد 590 راح نستخدم المثبت هذا أو المسمار هذا اللي يركب على مقبس الـ 1200 بعد ما انتهينا من تركيب القواعد اللي راح نربط فيها المضخة أو المبرد نصيحة دايما أنصح فيها أي واحد يبغي يركب حاول أنك أنت تشد فقط باليد يعني لما أنت تشوف أنه وقف معاك أثناء ما تشد باليد هنا تعرف أنه خلاص تم التركيب بشكل سليم ولا تحاول أنك أنت تشد قوة لأنه الشد القوي ممكن أنه يفرط المسمار أو أنه يكسره وراح تواجه مشكلة بعدين نجلان اللي النقطة اللي الكثير يسأل عندنا أو فيها جدال أول شيء وش كمية المعجون اللي أستخدمها طبعا فكرة المعجون أنه تحطه عشان ينقل الحرارة من السطح هذا إلى سطح اللي هي المضخة عندنا هنا فزي متون شايفين بالنسبة لحالتنا هنا المضخة هذه ما جاء عليها معجون لأنه سبق واللي هي تم تركيبه على جهاز ثاني ففي الحالة هذه إذا ما كان محطوط عليها معجون راح تضطر أنك أنت تحط معجون فغالبا بالنسبة لمعالجات انتل من هذا النوع غالبا الكمية اللي تستخدم قد حبت البزالية وطبعا في مدارس مختلفة ولكن أنا أمير أنه أحط فقط حبة أو مقدار حبة بزالية هنا بالمنتصف وراح أشد عنها وبالحديث عن المعجون أنا أستخدم تقريبا أفضل معجون حراري الكل يمدح فيه وهو الثيرمال غريزلي واحد من أفضل المعجين وهذا مخصص لهذا النوع من أنظمة التبريد بالنسبة للمبرد عشان فيه صورة راح أحطه بالشكل اللي راح يكون مناسب مع التجميعة فنوازن المسامير وبس نثبت بدون ما نضغط طريقة مهمة جدا عشان توزع المعجون بشكل متساوي تركب المسامير بشكل يكون على شكل حرف الأكس فنركب المسمار الأول بعدين بالجهة المقابلة نركب المسمار الثاني كذا ثبتت عندنا البمب بعدين نشد عليها شوي بهذا الشكل مع بعض عشان يصير الضغط متساوي ويكفي أنك تشدي لما تحس أنه قرب يوقف لا تشد مرة ولا تستخدم بسمار أو اللي هو زي بيقول اللي هو مفك إلا إذا كان عندك هذا النوع من أنواع اللي هي اللي هي المفكات يكون فيه شي اسمه تورك تقدر تتحكم فيه بالشكل هذا فممكنك أنت تحطه على أقل درجة ولما أنت تبغى تركب بالشكل هذا راح تسمعه يسوي كليك بالشكل هذا ونجيب هنا الباور سبلاي زي ما قلنا الباور سبلاي هو الارو جي ثور ولكن نسخة القاندام نتكلم شوي على الباور سبلاي طبعا احرص دائما أنه يكون عندك باور سبلاي من نوعية ممتازة لأنه أهم مكون راح يوزع لك الطاقة لكافة المكونات الخاصة بجهازك هو الباور سبلاي فإذا جبت باور سبلاي من نوعية رخيصة أو نوعية غير جيدة فرح تواجه مشاكل زي مثلا الشت داون أو بعض الأحيان يخرب جهازك بسبب الباور سبلاي طبعا ممكن البعض الأول مرة راح يقول وش المنافذ اللي موجودة هنا أو كيف عرف المنافذ الصحيحة طبعا راح يسوي إيش والشي الجميل بالباورات اللي موجودة عندنا الآن خاصة لما تكون باورات موجر زي هذه معناته أنه راح تركب فقط الأسلاك اللي انت محتاجة وكل شي يركب في مكانه فما في شي يركب في المكان الخاطئ والشي الجميل في الكياب الهنا زي ما حنا شايفين معمول لها لجلال خطوة التوصيل أول وأهم شي قبل ما ننسى أنه نوصل المقبس الخاص بالمبرد أو البامب بالهيدر اللي مكتوب عليه سي بيو أو بعضها يكون عندنا هيدر مكتوب عليه بامب ولكن هنا راح ركبها بالهيدر اللي مكتوب عليه سي بيو عشان نقدر نتحكم سرعة المضخن ممكن البعض منكم يسأل ليش التعقيد هذا أو ليش انت تطول الموضوع وتركب خارج الكيس طبعا بالنسبة لي واجهت مشاكل كثيرة آخرها مع أحد لوحات الجيل الجديد وصلتني جديدة وبعد تركيبة في الكيس ما اشتغلت واضطريت أني أرجع في كل المكونات وأشوف المشكلة وين بالطريقة هذه خلاص لما تكون عندك انت مشكلة تقدر انت تتصرف بسرعة وتبدل مثلا رامات تبدل كرتشاشة تبدل مبرد وما إلى ذلك واحدة من الأشياء المفترض أنك انت تشيك عليها هي درجات الحرارة وخصوصا لما يكون عندك نظام تبريد الكل في واحد فمباشرة لما تشغل الجهاز توجه إلى البايس وشوف درجات الحرارة هناك كم عشان تعرف هل كمية المعجولة اللي انت حطيتها كويسة ولا لا غالبا في المرحلة هذه على لايدل درجات الحرارة تتراوح ما بين الـ 25 إلى الـ 30 بكذا نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من بناء تجميعة غاندام أتمنى أن تكون ناتي على استحسانكم وأيضا إذا كان عندكم أي استفسار حول الشيء اللي شفتوه أو أشياء أخرى رح أسعد بالإجابة عليها يتوجب أني أشكر ريسوس على توفير كل هذه القطة عشان نقدم لكم هذه الحلقة دائما وابدا إذا ما كنتم مشترك معنا أتمنى أنك تشرفني بالاشتراك في القناة وتفعل جرس التنبيعات عشان يوصلك جديدنا دائما وابدا كان معكم أخوكم مندر نشوفكم على خير السلام عليكم